محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم نزل ستوري على الانستجرام او على السوشال ميديا في العموم عملت حالة جدل ما بين الجماهير وما بين الاعلام والتشرت ونسألك ده ماشي هل انت ماشي وانا قلتها حتى من شوية على موضوع امام عشور انا قلت حتى جمهور الالي عفكرة بيفرح للعبتون لما بتيجي تنتقل لنادي كبير يعني ازا ما قلت على امام عشور حتى لو ماشي وجالوا مثلا الدوري الانجليزي او جالوا الدوري مثلا الاسباني فاول ناس هتليهم بيدعموك وبيشجعوك هم برضو عبد المنعم بتمنى ان يكون اختياره في المرحلة اللي جاية نادي يليق يعني يليق باحترافك يليق بالخطوة اللي جاية اكيد الناس زعلت والناس قعدت تتكلم وناس قعدت لأ ده هو بينزل بيشكر الجمهور ده الستوري بتاعه او ما عمش ادقى انستجرام تمام سأحمل دائما حبكم ودعمكم معي شكرا لكم على كل شيء الناس قلت انه هو خلاص ماشي وانا عارف ان في اكتر من كذا عرض بالنسبة له في منهم نادي جالتة سراية توركي وده من الاندال من الاندال كبيرة بصراحة وفي نانت الفرنسي هنشوف في الفترة اللي جاية هل النادي الاهلي سمح لعبد المنعم لان كان فيه كلام قبل كده في الفترة الاخيرة ان كان النادي الاهلي واعد ان محمد عبد المنعم لو جاله عرض احتراف مميز بعرض مالي كويس النادي الاهلي مش هيوفي طيقة هل هنتشوف محمد عبد المنعم في الموسم الجاي مش موجود في النادي الاهلي اتمنى ان تكون الخطوة اللي جاية بتاعته خطوة فعلا خطوة مميزة خطوة تليق باسمه وباسم النادي الاهلي وتليق بالمكانة بتاعته في الفترة الاخيرة اللي كان ظاهر به واكيد جمهور النادي الاهلي مش هيزعل لان فيه اسماء كتير جدا كانت موجودة مشيت ورحلت واسماء يعني بدون ذكر الاسامي في الاول اخر النادي الاهلي ما بيقفش واكيد هو واحد اخلص للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي بيحبه واكيد الناس هتفرح له والناس هتشجعه وهيبقى دعمين ليه وعجبني جدا حتى لو هيمشي هيمشي من الباب الكبير زي ما بيت قال يعني هيمشي من الباب الكبير عن طريق النادل آلي جايب بطولة للنادل آلي وجايب بطولة الموسم اللي فات حاجة تليق باسم عبد المنعم اللي هو يعتبر دلوقتي افضل لاعب وافضل مدافع في مصر حاليا افضل مدافع في مصر حاليا عبد المنعم من حيث المشاركة مع النادل آلي من حيث المشاركة مع منتخب مصر واعتقد ان هو بعد الرسالة اللي عملها دي اكيد جمهور النادل آلي هيفرح له خلاص هو جماعة اكيد محدش يزعل هو عنده تموح نفسه يحترف نفسه يجرب تجربة الاحتراف نفسه يظهر في حتة تانية يعمل تاريخ لنفسه زي ما عمل تاريخ مع النادل آلي وهي دي سنة الحياة زي ما بيتقال هتلاقي ممكن لعيد تاني النادل آلي يجيبه يظهر زي قبلها كان وقل الجمعة كان قابليها كان كابتن هاني رمزي اسماك كتير كان عماد النحاس في اسماك كتير جدا كانت موجودة في مدفعي النادل آلي في رمي ربيعة دلوقتي في ياسر إبراهيم في اسماك انا مش عايز انساها في سعد سمير هي كده خلاص هتلاقي ممكن اكيد في لعيد تاني بيكمل المسيرة وهو ده دي الحاجة اللي بتميز النادل آلي ان النادل آلي حتى لو استغنى او اداله الخط اللي هو ان يسافر خلاص او يطلع في حاجة احترافية في حاجة النادل آلي ميجهز البديل كل التوفيق لعبد المنعم في المرحلة اللي جاية لعيب يستاهل لعيب اخلص للنادل آلي كان ليه دور كبير جدا مع النادل آلي في الفترة الاخيرة وان شاء الله بإذن الله باتمناله التوفيق لانه فعلا يستحق ان يكون في افضل مكان